السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم أحبائي طلاب الصف الرابع من مدار السبط الله اليوم بإذن الله سنقوم بشرح درس المدفأة من كتاب لغتنا العربية للصف الرابع وسبحان الله جاء هذا الدرس مع اقتراف فص الشتاء سنقرأه ونتعلم منه أو ما فيه من أفكار ودروس وعبر وتوجيهات وتحذيرات كذلك بداية نقرأ الفقر الأولى المدفأة استعدت العائلة لاستقبال الشتاء القارس بما يتوافر لديها من الألبسة الصوفية الثقيلة وحرصت على اقتناء مدفأة آمنة إذن هنا يا رابع استعدت العائلة لاستقبال الشتاء القارس معناها الشديد البرودة كيف استعدت العائلة لاستقبال الشتاء الشديد البرودة أولا بما يتوافر لديها من الألبسة الصوفية الثقيلة إذن يا رابح هنا جهست العائلة الألبسة الصوفية الثقيلة حتى ترتديها في فصل الشتاء وكذلك حرصت على اقتناء أو امتلاك مدفأة آمنة هنا جاء وصف المدفأ بأنها آمنة أي رابع أي أنها بعيدة عن الخطر أو أنها لا تؤذي الصورة التوضيحية الألبسة الصوفية الثقيلة واقتناء أو امتلاك مدفأة آمنة وفي يوم اشتد فيه البرد أشعلت الأم المدفأة وضعتها في مكان آمن كي لا تتعرض للسقوط في أثناء تحرك أفراد العائلة داخل الغرفة وطلبت إليهم أن يظلوا بعيدين عن لهاب المدفأة وأن يبعدوا عنها الأشياء القابلة للإشتعال من أقمشة وكتب وألعاب وغير ذلك ثم أخبرت ابنها تامرا أن يفتح باب الغرفة من حين إلى آخر تجديدا للهواء إذن يا رابع هنا في يوم اشتد فيه البرد إذن كان يوم شديد البرودة أشعلت الأم قامت الأم بإشعال ولكن الأم وضعت هذه المدفأة في مكان آمن هنا يرابع علامة ترقيم الفاصل منقوطة هنا جاءت الفاصل منقوطة لمعرفة السبب وطلبت إليهم أن يظلوا بعيدين عن لهاب المدفأة إذن هنا التاء التأنيذ على ما تعود يرابع تعود على الأم لأنها هي من طلبت من أبنائها أو من أولادها بأن يظلوا بعيدين عن لهاب المدفأة وأن يبعدوا عنها الأشياء القابلة للإشتعال من أقمشة وكتب وألعاب يرابع لو وضعنا قماش قريب من المدفأة أو أي شيء قابل الاشتعال سمح الله يؤدي إلى الاحتراق لذلك طلبت الأم من أبنائها أن يبعدوا جميع الأشياء القابلة للإحتراق أو الاشتعال من المدفأة وكذلك طلبت من ابنها تامرا أن يفتح باب الغرفة من حين إلى آخر تجديدا للهواء إذا طلبت من ابنها تامرا أن يفتح باب الغرفة حتى يتجدد الهواء في الغرفة هنا وضعت الأم المدفأة في مكان آمن كي لا تتعرض للسقوط وهنا كذلك هنا يرابع صورة تحذيرية بعدم أو إبعاد الأشياء القابلة للإشتعال عن المدفأة وكذلك وضعها في مكان آمن كي لا تتعرض للسقوط في أثناء تحرك أفراد العائلة داخل الغرفة شعر أفراد العائلة بالدفئية تسللوا إلى أجسامهم وأحسوا بالنعاس بعد أن قضوا وقتا ممتعا في الممازحة والمذاكرة وتناول المشروبات الساخنة وحين أرادوا النوم أحكم الأب إغلاق المدفأة إحكاما جيدا وتمنى للجميع نوما هنيئا وأحلاما سعيدة إذن هنا شعر أفراد العائلة بالدفئية تسلل إلى أجسامهم أن يدخل بخفية وأحسوا بالنعاس بعد أن قضوا وقتا ممتعا أي وقتا جميلا في التبادل الأحاديث الممتعة والدراسة وتناول المشروبات الساخنة كالشاي وغيرها وحين أرادوا النوم قام الأب بإغلاق المدفأة وأحكم إغلاقها حتى لا يتسرب الغاز يا رابع وتمنى للجميع نوما هنيئا إذن لماذا أحكم الأب بإغلاق المدفأة حتى منعا أو لكي لا يتسرب الغاز وتمنى لهم نوما هنيئا وأحلاما سعيدة هنا المشروبات الساخنة كالشاي وغيرها من المشروبات الساخنة في فصل الشتاء طبعا اشترى الأب طفاية الحريقي وعلقها في مكان بارز في البيت بعد أن تدرب أفراد العائلة على استعمالها استعمالا صحيحا تحسبا للحالات الطارئة إذن هنا يا رابع الأب اشترى طفاية الحريق ووضعها في مكان بارز في البيت أي في مكان ظاهر ودرب أفراد العائلة على استعمالها تحسبا للحالات الطارئة إذن هنا قام الأب بشراء طفاية الحريق وعلقها في مكان ظاهر في البيت ودرب أفراد عائلته على استعمالها تحسبا للحالات المفاجئة المفردات الاقتناء الامتلاك القارس الشديد البرودة المذاكرة الدراسة البارز الظاهر أحكم أطقن الطارئة المفاجئة الأفكار الاستعداد لمقاومة برد الشتاء بالمتافع واغتناء كذلك الملابس الصوفية الثقيلة حسن التعامل مع المدافع في الشتاء والتهوية بين الحين والآخر للمنازل وتوفير وسائل المقاومة للحرائق احتياطا ماذا تعلمنا أو دروس المستفادة؟ وضع المدفأة في مكان آمن كي لا تتعرض للسقوط وإبعاد الأشياء القابلة للاشتعال عن المدفأة ترجمة نانسي قنقر